هذا ودع رئيس الحكومة عزيزة خنوش النقبات التعليمية للحوار يوم الاثنين المقبل مؤكداً أن الحكومة متشبتة بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وشه إذن لما قلته سابقاً يعني نعتبه داخل الحكومة أن التعليم ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية كما يطمح له جلالة الملك نصار الله ومن هذا المنطلق نتشبت كفريق حكومي بالتزاماتنا المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه ولتحقيق ذلك قناعتنا راسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطوحة وتشجيداً لذلك نحن ندعو نقابة يوم الاثنين لعقد جلسة للحوار القطاعي وفي الأخير أؤكد مجدداً على استعداد لتوضيط قناوات الحوار حتى إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المضاسة العمومية وشكراً لكم